اشتركوا في القناة زي اي ست بتتجوز وعاز تعمل اسرة وكانت حامل ودخلة تولد وكانت نيتها انها تبني اسرة والحياة تكمل لكن بسبب خطأ طبي نورهان دفعت وعاشت قصة تانية خالص نورهان انت منين الاول انا من القاهرة من هنا اصلا انا من قصة اصلا انا من قصة اصلا واجت القاهرة عشان تتجوز وتعيش هنا اه عايش هنا اه ربنا وفعك وتجوزتي وحامل ودخلة تولدي اه كنت قبل ما اولد كنت متابعة في المستشفى اه يعني روحت كذا مرة في الشهر السادس في الشهر الخامس في الشهر التالت عادي والدكتور قال لي تعالي هتولدي يوم كذا روحت عادي اه اه اتحجزت في المستشفى قال لي لسه شوية عشان الجنين كانت المشين متقدمة يعني الجنين نازل في الحود قال لا مش هتنفعت ولدي في الثامن لسه ايش كم يوم كده حجزني حاجة وعشرين يوم في المستشفى مكنش فيه اي حاجة عندي وتبعت عندي يوم الولادة الصبح عملو لي صنور على البطن قال لي لا ده الجنين نبض ضعيف وكده في احتمال ينزل متوف ومش متوف فانا قلت له ايه يعني ازاي وانت عمل لي صنور كل يوم في المستشفى بعمل صنور عادي وما كانش في حاجة فمضينا على الاقرار اللي هو احتمال ينزل متوف وكلام ده الاقرار الطبيعي اي حد بيمضي عليه جزي قال لي خلاص مش مش مشكلة اول حمل لي وكان عندي ساعته سبعة عشرين سنة يعني اول حمل وما كانش فيه اي حاجة دلوقتي عندي تلاتين سنة واحد وثلاثين كان من داخل ربنا شغير فايه فدها بيك الصحة والعمل واول حمل وكان كل الاختلاف ان وضع الجنين بشكل مختلف فهيقول ان هو توفى او خلاص او لو تولد هيحتاج حضارة ويبقى ظرفه طيب وتبعتي والحمد لله كل حاجة تمشي او دخلت وقلت العمليات عشان اولد دخلت ما حستش بنفسي الا بعد اربع عمليات عملوها وشهر غيبوبة كامل ازان اوها شهر غيبوبة والله العظيم شهر غيبوبة كامل ما حستش باي حاجة من يوم الولادة دخلت العمليات فوقتي بعدها بشهر بعدها بشهر وشوية غيبوبة كاملة ومعرفش اي حاجة والله العظيم لقيت حتى ابني ما كنتش باسأل عليه ما كنتش عارف انها دخل اساسة للولادة وانتي دخل عارف ان هو متوفي او هم قالولي بس بعد شهر وشوية اما بقيت اتكلم من البنجة والحاجات اللي حصلتلي دي لقيت رجلي متشالا رجلي اطعوه في الولادة اطعوه اطعوه بسبب اللي هم في الولادة قدوني بنجة زيادة البنجة زيادة عمل غيبوبة شهر في الشهر ده حطوا جهاز عشان شغل عضلة القلب اطعوا شرين الرجل اطعوا رجلي وقبل ما اطعواه عملوا عمليات تسليك وقبل عمليات التسليك فتحوا الرجلي من هنا ومن هنا ومن هنا عشان حصل فيها مقروب مقروب وانا في المستشفى فيها ديدان ومقروب اطعوا اللحم الرجلي دي من هنا ومن هنا اللحم ده كله متشال وبعدها قعدت في المستشفى على جهاز شفط تبع الدكتور بمتنه خمسين جنيه في اليوم بتاع قسم الاوعية الدموية قعد يشفت الدم مرة في اتنين في كزا يوم كزا شهر تلحت بره المستشفى قعد على جهاز شفط رجعوني تاني المستشفى نفس الدكتور بتاع الاوعية الدموية عشان بيقولك اللي قطع الرجل هو اللي خيط وانا يعني خيطها حط غرزة هنا غرزة هنا غرزة هنا وطلحت عادت على جهاز شفط بمتنه خمسين جنيه برضو على حسابي تبع الدكتور بتاع الاوعية الدموية وبعدها اما الجرح اتقفل روحتي هناك وقفلوه مفيش بس وكل عملات اتعملاتي ده 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 الجهاز التعويدي طرف صناعي عاملاء على حسابي وما منفيش مش نافع عشان الدي مش بتر بشكل ينفع يتركب الطرف صناعي يعني لو اي دكتور بيقطع بيبقى عارف اللي هو ايه الجزء هيسيب للمريض اللي هو يعمل الطرف صناعي بعد كده اطعول البطن فوق ودي متخيطة مع البطن دي متخيطة مع البطن الرجل متخيطة في البطن من تحت يعني الحتة دي كلها متخيطة في البطن ومن الجنب هنا ومن قدم هنا طيب معلش انا اسف عشان انتي حكيتيلي معلوماتك وتريد بقولك خليني رجع انا قولها تاني عشان كل للولادة كل اللي دخلها للولادة لولادة بقى جزك طلقك لما لقى الوضعك حصل مشاكل وهو قاعدة عند والدس مشاكل بسبب ده ولا حاجة تانية لا بسبب ما انا مش ادرى اخدم نفسي ولا ادرى اخدم ابني ابني اهو بقى ليه كم سنة ما عادت فترة طويلة مش ادرى اقومي بخدمته فهو مش ادرى اقوم بهاي حاجة برابا عليك انت راجل هايل والله بجاد ده راجل هايل ثواني يا فن بس خليني نقول حاجة تانية حالدك عادتي سنة ما بتتكلميش لا بتتكلمش والله والاعصاب بتاعت جسمي من غيبوبة نفسها المخ نفسه كنت بقى تحت في الكلام وكنت متابعة مع دكتور مخ واعصاب ومعي الشهادة اللي عملت للمخ لنتحتها وكمانا ما كنت في المستشفى كنت بقول لي والدتي ايه ده انت بتمشي يا ماما بيدخلوني قدت العمليات وبعمل اما بقيتها فوق يعني في اخر كام عملية ويدخلوني مامتي بتيجي بتسأل الدكتور بيقولها لا ده هي بتخرف من البنك وكانوا رابطينك في السريق ايوة معي سرع الموبايل هوريها لحضرتك برضو بيدخلوني عمليات من غير اهل ما يعرفوا ازاي ما في اقرار لازم يتمدي وفي احتفاصيل جديد لازم تتمدي قبل ما تخش هتعملين عمليات هم عامليني ستة عمليات من ستة عمليات مفيش الى ثلاث اقرارات والثلاث اقرارات هم موجودين كل امدة شكل يعني مش امدة جزوك بيقولك عادي الواحد اما مريض يمدي خلاص يمتي محتاجة عملية يعملوك تانية تالتة فاربعة ده سرق طب ده احنا في حضرة سرق طب ايوه والدكتور اللي بيقولك الدكتور معمول يعني دخل وعمل لي العملية الاخر عملية كنت فيقى فيها البنج قال لي هتخش هيدكو غرزيتين وهتطلعي كنت فيقى فيها ادوني بنجو كل بنجو كل واحدة مريضة قاعدوا يقولولي لا انت مريض القلب ودخلوني اوعية دموية يعني لفت في كذا قسمي في المستشفى كل ما اروح قسم القسم ما يعرفوش ان انا لسا والدة يعني كانوا بيدوني ادوية وحاجات وكنت لسا ودى وجرح الولادة موجود وكانوا بيدوني ادوية كل قسم اروح فيه معرفش ان انا كنت دخل المستشفى للولادة بس نورهان انت حادك عاملة ازاي دلوقتي ما فيش قاعدة عند والدتي وبتعالك حاليا من القلب عضية القلب بتاعتي ضعيفة بعد ستة عمليات اتعاملوا وبعد ثلاث سنين من سبب اللي حصل ده والذاكرة راحت اما كانت طلعوا فقد الزاكرة ومعي اشع في المخ دلوقتي بتابع مع دكوترة بتاعت المخ عشان الزاكرة بقيت ترجع دلوقتي تاني وبقيت فاكرة فاكرة الدكاترة العمولي وفاكرة اللي حصل لي في المستشفى وقلت رحت للنيابة وقلت له وكل ما اروح هكي ما بتحركيش ما عندكيش كرسي متحرك لا بالمشاة بتحرك بالمشاة ده عشان غير قادرة عشان التكاليف كتير عليك اه مش انا بس عاوزة بس حق بقانون وعاوزة تعالج نفسة تعالج برضو من المخ اللي انا بانسى الزاكرة دي هكي عايزة دلوقتي دكتور قلب وهكي عايزة دكتور مخ وعصة مخ وعصة وهكي عايزة كرسي متحرك مش محتاجة مش عاوزة امشي بكورسي متحرك انا نفسي مش شايلة اللي انا كده انا بتعكز على المشاة كده مش عاوزة امشي بكورسي مش عاوزة اكمل بقية حياتي على كورسي انت كل حاجة باذن الله رب نفسك فيها ربنا يا رب يكرمنا والوفاء بس السؤال انت بتخري في الشارع بدا بالمشاة وبالوعقزين بتعكز وبمشي بس ممشيش مسافة كبيرة يعني مبانزن هنا بس تسلم وباخد تاكسيا بروح للمستشفى بكشف باجي خريت ايه يا نورهان؟ انا بكريوز تجارة ادارة اعمال معد التعاون في شارع اصلين ما شاء الله يا ربنا كلمك يا رب هل حاولت ان انت يعني فكرت ان انت ممكن ترجع تشتغل تاني ولا بمشي؟ لا مين هيشغل واحدة؟ ليه مين ما هيشغل بخلاص بقى سواني بس سواني من البلش يعني اه هو ظرف صعب وسبحان الله يا رب هو ليه حكمته واحنا راضين لكن مش نفسك انك تحقق ده نفسي بس مفيش حد يعني انت بسي في مين دلوقتي؟ والدتي بتصرف علي الحمده الله ومعاش اه معاش والدتي بتصرف علي وكده بس المشكلة التزامتي اللي انا دلوقتي مش حصل لي كده انا دلوقتي بتعالج معده كترة قلب بتعالج باخد ادوية والله للقلب كتير مش محتاجة تقولي الحالة باينة اه بسببهم هم وغير كده عدت القلب 25% يعني انا عايشة ربع عدت القلب يعتبر عدت قلب ده حاضر 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 طيب لكل سادة المسؤولين الاحية بيشوفونا وكل شخص اه يمتهن الطب من اجل الطب وكل شخص عنده رحمة ومسؤولية تجاه الاخر لو سمحت لو نقدر نساعد نورهان سواء بشغله سواء بدعم طبي من دكاترة محترمين في بلدنا نتمنى من حضراتكم ان انتوا تتواصلوا معنا وارجو من دكتور محمد العدل صديقي ومن الشخصيات اللي انا باحترمها وان هو دايما داعم لكل الحالات المحتاجة المساعدة ان هو هيتابع مع حضرتك دكتور محمد العدل في جامعة الازهر مستشفى جامعة الازهر وحنمشي معاك نشوف نقدر نعمل ايه وده انا باعتذلك تاني ان اتأخرت بس انا عاوزة بس ايه القضية قانونا بيقول لي بعد دا كله بيقول لي دا قضاء وقدر انهي قضاء وقدر بص من بط حاضر 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 انا بس عايزك يعني انا دايما لما اوحيا هو الابتلاء وقع وحقك لازم يجي بس انا اتمنى منك لو سمحت قانون بلدنا هو قانون فوق الكل وحقها لازم يجي هو مش منتكلم على حقها بقى عربية راحت ولا فلوس تسرقت احنا منتكلم على بني ادم دا خل يولد طلع يعني الحمد الله طلع ناقص حاجة من جسمه دا بقى مش منطق يعني دا قضاء وقدرك انت مش قدرها هي لكن هنمشي في الطريق دا ومحامين المحضرمين اللي وقفين معانا وياريت نتمنى واتمنى من كل الشخصيات القائمة على قانون بلدنا نبص لبني ادمة ان مفيش كده على فكرة مفيش منطق بيودي دا على فكرة ومليش خلفة تاني ولا ليه اي حاجة بس احلى حاجة ان فيه مؤمن الحمد لله ربنا كرامي دا مؤمن جي جي بخطوة قوية في حياتك اسمه مؤمنة هو ربنا يحميه رب الحمد لله في حاجة حلوة ربنا كتبها يا رب هنتبع مع دكتر محمد العادل وفي نفس الوقت هنكون مع حضرتك في اللي جاي وهنمشي مع بعض ونشوف نوصل لايه ربنا جزيل خير يا رب ونشوف ربنا هيكتبها لنا زي وتفتح ازاي يا رب وانا اسف على حصل بس ارجع اقولك اتمنى من كل الناس المحترمة في شغل بيحصل بدلوقتي الفكر من والشغل في المنازل ده بقى مفهوم عالمي ليه نورحام ما يكونش لها دور من العشرة في المية اللي كل الشركات اللي مفهوم تكون مسؤولة انها تساعد اولادنا الظروف الخاصة ليه نورحام ما يكونش عندها شغلي من البيت ما تحبش ده؟ يا ريت والله بس ابوية ما محبش هيديها سعلى فكر هو ده بقى الدنيا بقى كده تيمش تاخد في دماغك على فكر ولا هي الدنيا كده حكايت ان انا كنت حطى امل موجود موجود وطرف صناعي بس مفيش لا ما نقفلهاش كده انت قلتلي طرف صناعي ما ينفعش بسبب الظروف هل ينفع في حالة طرف صناعي ولا لا ليه ما ينفعش انت تعيتي ليه؟ طيب هي هتتحلى على فكر هي هتتحلى مفيه هتتحلى هو ربنا عايزنا كده الحمد لله وبعدها دكاتراليس هولا تحزبه ولا اي عاجة هيتتحلى برده بس هنبص مش هنبص هولا نحاسبه نمشي في طريقنا وهم هيتحزبه وهيتحزبه هيتحزبه صدقيني والله هيتحزبه عشان خطر عشان خطر والله هي الدنيا بقت صعبة عالكل الحمد لله ربنا رزق بهاي الحمد لله ربنا ودى الراجل جوزك ده الخرب عقله ده راجل من اللي يعني انت جبتينه منها ظروفي ومسايبها عشان ما تش قادر تخدمه والله انت راجل كوميدي على فكرة يتعملك فيلم يعني مهم نشوف حل في الموضوع ده والاهم من ده نشوف شغل ونشوف كرسي ونشوف طرف صناعي كل حاجة نشوفها ونشوف شغل ونمشي في طريقنا للناس دي تتحاسم انا مش هايزق في الفيديو على كده خلاص الفو السنة الحلو ده على فكرة بني خليك جبتينه من ايه محمد انت مفصلها ولا جايبها من حكانتها لا ماما مجايبها ولو ينفصلوا ربنا يخلي ماما يا رب ربنا يحميك يا رب يخليك ليها يا رب سند دايما في الدنيا يلا هنتقابل تاني دكتور محمد العدل دي شهات الميلاد شهات الميلاد المؤمن اللي كانوا بقولوا ايه الجانين المتوفي في المستشفى وحصل لها المفروض اديتها اديها البنج في شلسلة الضح و اديها البنج زيادة كل الناس المسؤولة يا ريت ونبي في بلدنا نبص النورحان نزرد بني قدمين وبشكركم وبإذن الله نورحان اقولك على حاجة قدام الناس كلها احنا مع بعضهم كملين ودائما لما بقول الكلمة دية باتعشر في المولى عز وجل وربنا بيوفق والله يا ربنا بيوفق خلاص؟ خير يا رب العاوزة بس القضية تتفاتح بس وتتعمل لسه محفوظة بقالها كم يوم يعني شايف اربع سنين وعاوزين اثبات يعني ده كله مش اثبات القلوم مش شايف هيتقابل تاني خلاص؟ ماشي؟ نعم 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 نعم